خدوا بالحضراتكم يعني لما كان بيحصل خلاف حتى من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين السيدة عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل بل أنا عايز أقول له هشوف رفقه بيها حتى رفقه بزوجاته صلى الله عليه وعلى أليه وصحبه أجمعين كان الرسول في صفر وأعطى جمل السيدة عائشة للسيدة صفية أم المؤمنين وأعطى جمل صفية لعائشة عشان الركب يمشي غارة أوي السيدة عائشة رضي الله عنه انتباتها يا جماعة حالة غيرة شدة جدا وقعدت أوليا لهذه اليهودية التي غلبتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقصد السيدة صفية بن تحيي بن أخطب رضي الله عنه أم المؤمنين وكان ولدها من اليهود فقعد السيدة عائشة زعلانة وغيرانة وراحت للرسول عليه الصلاة والسلام وقعد مع الصحابة وقعد كمان مين سيدنا أبكر الصديق والد السيدة عائشة رضي الله عنه وأرضاه السيدة عائشة قال الجملة غريبة جدا قال الجملة صعبة أوه قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحالة غضب شديد أنت الذي تزعمه أنك نبي الله لا إله إلا الله أنت الذي خد بالك ده فيه؟ ده في وسط الصحابة يعني ممكن لو زوجتي وأنا أعدن وهي في البيت قلت لكلمة كده زيادة ممكن أعدها لها عشان في البيت أو ممكن أعتبها لكن لو قلت لقد قدام الناس وهانيتني قدام الناس قلت بها المسألة صعبة ومحرجة جدا شوفوا الناب تصرف إزاي الصحابة ينظروا بعضهم إلى بعض يا ترى صلح هيعمل إيه؟ قالت له أنت الذي تزعم أنك نبي الله النبي حلل المشكلة إزاي؟ اتعلموا يا جماعة اتعلموا رفق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شوف النبي قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم حلل المشكلة بابتسامة وقال له إيه؟ وقال له أهو في ذلك شك يعويش كمان بيدللها وفي رواية أخرى أو في ذلك شك يا أم عبد الله أنتوا عارفين حضراتكم اللي زيعل قوي وغضب قوي هو سيدنا وبكر الصديق ذهب ليضربها يضرب ابنته إزاي تحرك سيدنا النبي في وسط الصحابة إزاي تقول هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما زيعلت من رسول الله جردته من النبوة وهو هكذا طبيعة المرء لما بتتعصب ما تحسيبش زوجتك وهي غضبانة وانت كمان يا سيد الكل ما تحسبيش جوزك وهو غضبان السنة لما يمشي الشيطان والدنيا تهدي وبعدين نبعودي عدبية تعادبه كده عتاب الأحبة والأحسن بلاش نتعاتب خالص يعفو بعضنا عن بعض ويسامح بعضنا بعضا خد العفوة وأمر بالعرف وأرض عن الجاهلين سيدة عائشة قلت له أنت لازل تزعومه أنك يا نبي الله وبكر الصديق جاء ليضربها فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منعه وعلمنا بقى كلها درس علم درس في الرفق بالنساء قال النبي علي أفضل الصلاة والسلام دعها يا أبا بكر إنها امرأة غيرة دي سيدة غيرانة وإن المرأة الغيرة لا تبصر أسفل الجبل من أعلاها الله الله على سيدنا النبي يا جباه عليه الصلاة والسلام كلم جميل أوي لو عملنا في بيوتنا مش حابة فيه أنا مشكلة